لا يمكن لجذر الفساد في أي دولة أن يتوسع وينتشر إلا إذا رفقته بندقية ترى نفسها فوق القانون بالتوازي مع جوقة أحزاب تسوس البلاد بحسب المنافع الشخصية ولا تلتفت إلا إلى المال ومواضعه هذه المعادلة لن تجد لها مكان أفضل من العراق الجديد بالتسلط أحزاب ذوات أذرع مسلحة وميليشيات متنفذة أطفيت على وجودها صفة قانونية المعهد الأمريكي للإعلام يؤكد أن للميليشيات دورا كبيرا بالتفشي الفساد في العراق ويوضح المعهد المعني بشؤون الأمن القومي والسياسة أن نفوذ ميليشي الحجد التسعى وامتد بعد قرار عاد العبد المهدي مساواة رواتب عناصر هذه الميليشيات مع رواتب قوات الأمن الحكومية مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق للشؤون السياسية لينكون بولنفيلد قال إن واشنطن تراقب الوضع في العراق وهناك مساع للعمل من أجل الحد من تفشي الفساد على المستوى الحكومي في البلاد لكن المراقبين يؤكدون أن تلك المساعي لن تجني ثمارها مع تحول العراق من جمهورية تعد الأقدم في استقلالها بالشرق الأوسط إلى دولة ميليشيات داخل الدولة العريقة وهذا الوضع أكده أيضا تقرير سابق للبنتاجون ومن الأوجه المتعددة للفساد ما كشفت عنه النائبة ماجدة تميمي في وقت سابق أن أحزاب سياسية تقوم باستلام أموال الجباية من المنافذ الحدودية بدلا من تسجيلها كإرادات لخزينة الدولة مؤكدة أن 90% من تلك الأموال تذهب إلى جيوب الفاسدين ولننسى هنا تحكم الأحزاب وميليشياتها بموانئ تصدير النفط وسرقة عائداته التي تبلغ ملايين الدولارات يوميا كل هذا يعد مكملا لعمليات ابتزاز ممنهجة تقوم بها هذه الميليشيات في مناطق المستعدة من تنظيم الدولة حيث كشف النائب السابق عن محافظة نينة وعبد الرحمن اللويزي تصاعد ظاهرة ابتزاز المواطنين والأغنياء الذي تقوم به ميليشي الحجد أما مافية المكاتب الاقتصادية التابعة لأحزاب السلطة والمنتشرة في تلك المحافظات فتلك لها قواعدها وعصاباتها وهذا كله يدور تحت مرأة ومسمع من الحكومة بل وحتى حمايتها في كثير من الأحيان وهي التي لا تحرك ساكنا كما وصفها النائب حنين القد فأي قانون في العراق هو اليوم؟ وأي نظام استعيد؟ إنه قانون الغاب كما يقول كثيرون من أهل العراق اشتركوا في القناة